لكن هارضة هنتكلم عن الشباب دايماً كان نقول نسمع بيقولوا الشباب 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 لكن الحقيقة إنك تقول حاجة وإنك تنفذ ده شيء آخر إنك تبتدي تحتوي الشباب بجد إنك تعمل تمكين للشباب لتولي القيادة وتشوف ده بيتم تنفيذه يعني مش بس بنقول إحنا هنمكن الشباب لأ تم تمكين الشباب إنه يحصل تأهيل لهم في المراكز القيادية الحقيقة إنه رئيس لما جاء كان قدامه أيضاً دي تحدي كبير وهو إنه يحتوي شباب مصر ويحاول يخلق لهم الفرص الوعيدة يحاول يسمعهم ومش يحاول يسمعهم عن طريق رسائل أو تقارير لأ إنه يكون متواجد معاهم وجهاً لوجهاً بيسمعهم وبيسمعون إذا كان سواء من الحاضرين خلال مؤتمرات الشباب منذ انطلاق المؤتمر الوطني الأول الشباب في 2015 مروراً بمؤتمرات الشباب اللي عقدت تباعاً في أكتر من مكان على مستوى جمهورية مصر العربية يعني كانت لا تخص القاهرة الكبرى فقط ولكن نحن شفناها في اسماعيلية وشفناها في اسكندرية وشفناها في أسوان وطبعاً غير مؤتمر الشباب الوطني السنوي اللي بيعقد في شرم الشيخ وأيضاً اللي تحول بعد كده لمؤتمر شباب العالم لأنه كانت التجربة المصرية في الموضوع ده الحقيقة ما فعله رئيس هو تجربة فريدة كان العالم بيتطلع عليها نحن ما شفناش أنه أكثر الدول تقدماً أو الدول تتحدث كثيراً عن ديمقراطية شافت مؤتمرات شباب زي ما مصر شافت هذه المؤتمرات أن يكون جميع شباب الحضور من مختلف فئات الشباب في مصر سواء إذا كانوا شباب الجماعات سواء إذا كانوا الشباب العاملين في كل مجال مش بس كده أنه كمان الشباب اللي بيحققوا إنجاز أو اللي بيكون ليهم فكرة أو رؤية كالأولي يقولك أنا مش عارف أعرض فكرتي فين لكن من خلال مؤتمرات الشباب كنا بنشوفوا عرض لهذه الأفكار والرؤى وبنشوفوا وقع مشرف إنه يتمي الاحتفاء بأبطالنا من الشباب أيضاً في كل المجالات في الهندسة وفي الرياضة وفي الطب وفي التكنولوجيا المعلومات في كل شيء مش في مجال واحد فقط الشباب كمان من دول القدرات الخاصة أو متحدي الأعاقة ودول الحقيقة أخدوا جزء كبير جداً يستحقوا يمكن عينوا من الحرمان لسنوات طويلة من إنهم يحصلوا على حقهم وحقهم ده يكون برعاية وبدعم من رئيس الدولة الجلسات اسأل الرئيس وهي الجلسات الحوارية المفتوحة اللي كانت الناس بتبعت أسئلتها على الملأ منذ أن يتم الإعلان عن هذه الجلسة ونسأل الرئيس ورئيس يجيب بس كده لا ما كانش بس كده كنا دايماً بعد كل مؤتمر بيبا فيه توصيات والتوصيات كنا بنشوفها بتدخل حيز التنفيذ وكمنها الأكاديمية الوطنية للشباب وتأهيل الشباب على القيادة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة وهنشوف ده وهنتكلم فيه مع حضراتكم وهنتابعوا لكن اللي أنا عايز أقوله إن الست سنين دول أو حصاد الست سنوات فيه نقلة عارف اللي قاعد في البيت دلوقتي بيتفرج علي يبص يرفعيني وبص على اللمبة اللي فوق ده جزء بسيط هتحس قد إيه بالنقلة هتحس يعني إيه مشروع يعني إيه طاقة يعني أنا إيه عندي كهرباء اللي كان قاعد في البيت بيقول أنا يعني عايز معيش وعايز أصلى حياتي هيبص على كتير جدا 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 من المبادرات اللي أنا بعتبرها برامج إنسانية كل شيء حصل على مدار الست سنين اللي فاتوا دول نقل حياتنا كلنا كمصريين ما نقل شخص واحد لما حس يعني تم تحتين وأخد رئيس قرار وهو قرار تنفيذ بالحياة الكريمة لجموع المصريين لمصر ما يكونش فيه عشوائيات إنه يتم رعاية الأطفال بلا مأوى إنه يتم تحسين المستوى والوضع الاقتصادي إن تصنيفك الاقتماني مستلبي يتحول إلى موجب إنك تأمن نفسك باحتياطي نقدي فتلاقي نفسك في ظل أزمة زي أزمة كورونا دي دولة وقفة على أرض صلبة وهم من كل ده كمان كان الأمن والأمان الحفاظ على حدود الدولة المصرية واستعادت هيبته مكانة الدولة المصرية والحيان الملف الخارجي أيضا لسيد الرئيس عبدالفاتح سيسي في ست سنوات دول شرحوا صعب في كلمات لأنك أنت كنت في دولة دولة مصرية دولة كبيرة ولها تاريخ كبير ولكن هذه الدولة كانت في احتياج إن يكون لها قائد يستعيد مكانتها في العالم يكون عنده رؤية على التواصل الخارجي يكون بيقدر يعرض ويقول مصر وليها قوتها وليها كلامها وليها إرادتها فنروح في كل مكان أنت واستعيد مصر مكانتها في أفريقيا والوطن العربي وأمام العالم أجمع وتنال عضوية مجلس الأمن ورئيس يكون رئيس الاتحاد الأفريقي ممثلا عن أفريقيا ولما نيجي نتكلم عن أفريقيا فإبا مصر هي الدولة اللي بتقوم بالحديث عن الشأن الأفريقي ورئيس مصر هو الممثل لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر